المشهد التربوي في ذل جائحة الكورونا وزارة التربية من تعهداتها والتزاماتها بتأمين حياة منظورين من التلاميذ والأساتذة وهو أمر مفزع وهو أمر محير وهو أمر مخيف لأن الجامعة العامة وقت لي صحت وقت لي مشيت في منطق الشراكة والشراكة الجادة والشراكة المسؤولة من باب أن الطرف الآخر يلتزم بتأمين الحياة المنظورين وبتنفيذ جميع متطالبات الشروط الوقائية والسلامة الصحية للأساتذة والتلامدة فما رعنا أنه أنه نحن على الأقل في جهة المهدية 64 أعدادية ومعها الثانوية وأعدادية الثانوية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط السلامة نحن نشتغل يا سادتي وأكفاننا على أكتافنا الحقيقة وضع محير ومخيف ويبعث على الريبة بل يبعث على الشك أن الحكومة هذه تريد أن تدفع بنا وتزوج بنا في محرقة وبائية لا ناقتلنا ولا جمل نحن وقلي بدنا استعدادنا ومن أول عام وقلنا نحن من باب المسؤولية نخدموا على رواحنا وما عناش إشكال وهذاك واجبنا ورسالتنا الطربوية يفترض أن الطرف المقابل الطرف المسؤول الطرف الوزاري والطرف الحكومي يفترض أن يكون في حجم تعهداته وأن يفيا بالتزاماته توجه أبناء شعبنا من التلاميذ والسادة فما رعنا إلا أن ينسحب ثم أن وزارة المالية ترفض رفضا باتا أن تموّل مشروع البروتوكول الصحي وهذا أمر محير أيضا بتعالة شح الموارد المالية للدولة وللحكومة يا سادتي الصحة لا تقايض بثمن هذا يا أمر خط أحمر ونحن اليوم نشتغل في ظروف بائسة جدا وفي ظروف مزرية جدا من هبيرة إلى حدود أعدادية أولاد عبد الله على اتساع هذه الرقعة الجغرافية اللي فيها كما حكيت 64 مؤسسة البعض منها ما عندهاش لا جال ولا معاقمات ولا مقياس حرارة آلي ولخبطة وحالات خوف وهلع وفزع ثم الأكثر من ذلك البعض أنه يحس بأعراض وحينما يطلب أنه يعملوله تقصي أو بريلاف مو يقولوله لا يعني يلزم تظهر عليك الأعراض كاملة ثم أنه يخالط في غيره وما إلى ذلك وتعرفه سلسلة العدوى يعني في تسارع رهيب الأيام هذه وعندنا أحنا في أوساط المربين وفي أوساط لامذة عدد لا يستهنوا به وهذا بتصريح من وزارة الدرجة الجاوية للصحة بالمهدية ومن وزارة الصحة في تونس عدد المربين وعدد لامذة يفوق يمكن توا يفوق الخمسمائة أو أكثر هذه إصابات مؤكدة فما بالك بي يمكن المئات من الحالات المشتبهة بها والتي يفترض متابعة ثم أننا أحنا كساذ طالب يعملوا لابورتوار وإلا يعملوا منعرش إيواء أو إقامة لأنه بالحق نخدمه في ظروف تعيسة ثم أكثر من هكا نحن كهياك النقابية بعد سلسل المشاورات واللقاءات الحوارية عن بعد باستعمال تطبيق تزوم مع الأخوة أعضاء الجامعة العامة اتفقنا على ميالية سننسحبه بشكل رمزي وبشكل احتجاجي وهو ما وش انسحاب هو مغادرة المؤسسات ومعانا تلمذتنا مش الروح وراهو نهارة الجمعة من 11 نصف نهار لا وجود لتدريس بكل مؤسسات تربوية الثانوية والأعدادية بتونس وهذه رسالة أولى وهذا صفارة انظار أولى ستتلوها وقفات احتجاجية أخرى وتتلوها أشكال تصعيدية نظالية أخرى الغاية منها لا نتبرأ من تحمل وصولتنا في التدريس ولكن نريد أن ندرس في ظروف آمنة نعم للحق في التعليم ولكن الحق الأول في صحة في تأمين وضع صحي ووضع سليم النجم نتواصل فيه بشكل إيجابي ما نشكلوش خطر على رواحنا على تلمذتنا على عائلتنا على صحابنا وعلى جزء كبير من الشعب التونسي اللي يعاني رجاء من المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين بدءا من دبيت الجهوي للتربية بالمهدية إلى وزارة التربية رجاء أن ارفقوا بالمربي المدرسين راكم حطي تهم في محرقة ثم جبتوا رواحكم وكأن الأمر لا يعنيكم وكأن حياة البشر أصبحت هينة إلى هذه الدرجة والحال أن الاستثمار في العقل البشري أنتم شيعا رفعينه والبروتوكول الصحي اللي صح عليه سيادة الوزير في أول بداية سنة دراسية مع تسعة أو ثمانية نقابات تحت تربية اليوم ما نلقاه منه حتى خمسة في المئة يتنفذ هذا ضحك على الذقون وهذا تعتيم وهذا كذب ومشروع المشروع متاع البروتوكول الصحي اللي يحكيوا عليه يا سادة راه زاعم وواهم ومجرد كذبة رجاء انتبهوا إلى ما تفعلون فحيات البشر ليست هينة إلى هذه الدرجة نحن سنتحرك انطلاقا من يوم الجمعة بساعة من 11 ونصف النهار ما فماش خدمة سنغادر مؤسساتنا ما نش بتعني احتجاجات وما نش مش نتجمعوا لأننا نعرف الوضع الوبائي في تونس وما نش مش نعملوا يوم غضب وطني أو يوم احتجاجي وطني كم عملنا قبل الوقفات في القصبة أو قدام مجلس نواب ما نش بنعملوها لأننا نعرف الوضع خطير ونحن ناس مسؤولين سننساحبوا في هدوء ونغادر أماكن العمل والعودة إلى ما نازلنا ولكن هذه الخطوة إذا لم تتلوها خطوات متع رد فعل ومتع تجاوب إيجابي من الصراط المعنية سواء الجهوية أو المركزية لكل مقال المقال ولكل حديثة حديث ومن بعد تونتحاسبوا وتونشوفوا شكون المخطأ وشكون المصيب لأنه بيننا الشارع وبناتنا حياة منظورينا وبناتنا تأمين رسالة طربوية يجب أن تكون في ظروف آمنة جدا